احنا لو عرفنا احنا بمشبع ازاي والله 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 ما حد يدخن ابدا طب ازاي بقى ده سؤال مهم جدا حرج عندك طريقتين للشبع طريقتين للشبع نمرة واحد ان انا اكل 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 معديتي قاعدة تملى 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 عند حد معين معديتي حتفرقع فتبعى التنبيه لمركز في المخ كيف يا رجل قيف ما بيقف مش خالص هل ده شبع لا الواقع لا ده شعور امتلاء تمام بتعود على كده يبقى هو بيشبع بالامتلاء ان في العصب اللي في المعدة اول ما يحس انها بقت حجم معين تطلع لمركز اسم مركز الشبع في المخ تقولك فاك ادي طريقة انا هقول الطريقتين وكل واحد يختار الطريقة اللي مش بيها الطريقة التانية كلت شوي صغيرين نزلت في الامعاء حصل الامتصاص وحصل موضة طلعت راحت لمركز الشبع قالتلي كفاية كتر نقول المثل كويس جدا حرك بتتغد تمام وجالك تليفون وقعد تكلم عشر دقيقة مش هتعرف تكمل الاكل مش هتعرف لانك شبعت بطريقة التانية اللي هي الاكل يعني انا اكلت نزل الاكل ادي له فرصة يخش في الدم عشان يطلع لمركز الشبع يقوله انا اكلت انه محرك لما بتاكل ورا بعض ورا بعض ورا بعض ما بتديش فرصة لامتصاص بتدي فرصة لامتلاء يعني انت قصد علىك ان الانسان يقوم من الاكل جعان جعان ادي لي ربع ساعة هتعيس انك شبعت وشبعت شبعت مش مش كلام تهريك يعني رسول الله عبدالسوالسلام انا احنا قوموا لاناكل حات تانى جواه واذا اكلنا لا نشبع ده قعدة صحية جبارة جبارة خد بقى الحسامية اللي جايها دي بقى هات هات خد اديله ادينا حرف الواو في القرآن حرفه مهم ولا مش مهم انا رأيي انه من اهم الحروف طبعا كل حرف مهمة لكن الواو مهم جدا ربنا اقسم بيه والعصر والتيني والزيتون حل في دليل تاني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله الامر بالحج فبينفذ المناسك اللي احنا حنقلده فيها فوقف على العرفة نزل مزدلفة صلى المغرب والعيشة قصر وجمع بيت لحد الفجر وصلى راح على الرجم رجم ابليس عند الشروق ثم راح على الكعبة طاف الى السعي ووقف والصحابة حواليه وقال كلمته المشهورة جدا بعد ثواني قال سأبدأ بما بدأ به الله ربنا في القرآن قال ان الصفا شفت الواو عملت ايه خلاته يبتدي بالصفا قال سأبدأ بما بدأ به الله الصفا والمروب ان الصفا والمروب فبدأ بالصفا خلاص كل واحد فأكله يبدأ بما بدأ به الله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طيب منه خلي بقى دي حتة عبقرية الغرب بيشتغل بيها اه اي واحد والله من اللي سمعنا كل فاكهة في الاول كل برتقانة وعشر دقايق مش هتاكل ربع اللي بتاكله صحيح والاكل هينزل حنين عن ما سمنة مرة فطير المضغ الفرق كبير بين المضغ والزلط مين اللي اخترع الملوخية بالرز غير المصريين عشان ما يمضغوش عشان ما يمضغوش بيك تنسل يعني بقوله المضغ ده حاجة مهمة اولا نتعلمك انك انت تاكل بالراحة فلما تاكل بالراحة تاكل اقل وعلى فكرة في نقطة مهمة جدا في الاكل اللي هو تقوم منه جعان انك تفضل ممكن تاكله اسبوع كامل لانك ما بتشبعش منه ايو ايو برافو عليك يعني لانك انت مثلا قالت النارد المقارونة بس مش بيعتش خلاص فممكن تاكله تاني برضو يوم وما تبقىش ابدا لانك انت بس عالك هو اسلوب الحياة يتغير اشتركوا في القناة